رغم امتلاكها اطول شريط ساحلي على مستوى الجمهورية ظل اسمها حاضرا بقوة في غلاء اسعار الاسماك والذي يعتبر من اهم منتجاتها هنا بمحافظة المهرة الساحلية يشكو المواطنون من الارتفاع المستمر لمختلف انواع الاسماك لتلتحق الثروة السماكية بموجة الغلاء الفاحش التي تضرب معظم السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية اسعار الصيد في سوق المهرة اسعار مرتبعة بشكل فضيع والمواطن لا يقد ولا عنده امكانية انه يخد صيد حياله وقصار والرواتب موقفة والحالة الاقتصادية بالدهورة في الغيظة ولهذا نرجو من القهات المختصة المعنية بان تنظر الى المواطن بشكل يعني خاص لان المواطن لا يقد اي امكانية ان يخد صيد بشكل هذا بالسعر كيلو صلى 4-5-6-7 المواطنين يشكون من ارتفاع في سعر الاسماك حيث يصل ارتفاع بعض الاسماك الى 7000 ريال برغم ان المحافظة المهرة تمتلك شريط ساحلي كبير في الجمهوري اليمنية قلة الاسماك وعامل التقص من اهم العوامل التي ادت الى هذا الارتفاع بحسب روايات بائعها في السوق المركزي بمدينة الغيظة وباتت الاسر ذات الدخل المحدود غير قادرة على شراء الاسماك والتي تعد وجبة رئيسية في المائدة المهرية الجو هذا اليام بارد وتقلل الاسماك والعامل الثاني بالنسبة للوقود غالي وقطع الريار غالية والمناولة غالية وكل شيء غالي اصبح العملة السعودية برضا لها دور في ارتفاعها فكل شيء اصبح بالسعودي الصياد يعني قار السلع حقه بالسعودي حتى يتمكن بنعيش يعيش اولاده ويصرف عليهم كثرة التداول والاعتماد على سياسة السوق المفتوح من اهم الاسباب التي جعلت هذا المنتج المحلي في ارتفاع متواصل اضافة الى زيادة اسعار الوقود ومعدات الصيد بحسب ما اكدته الجهات المعنية تفعت الاسعار الاسماك فيما بعد نتيجة لكترة عملية التداول فيها بحيث انه توصل الى اسواق التجزية باسعار غالية نحن معروف انه سعر التمد في اعلى درجات وما يوصل في ساحات الحراج الى 1200 ريال يمني لكن تحصل انه في السوق يوصل الى 3000 هو نتيجة لعمليات التداول خاصة في اسواق التجزية لكن نحن عندنا يعني سياسة السوق المفتوح ومن الصعب انه كل الناس تجتمع الا على تحديد سعر الاسماك يأمل المهريون من قطاع الثروة السماكية في المحافظة تعزيز دوره الرقابي على الاسواق المحلية وتحديد الاسعار لبائعي السماك خصوصا وان محافظة المهرة من اكثر المحافظات اليمنية الغنية بانتاج الاسماك وشواطي الصيد احمد الحرازي لبرنامج اضواء سهيل محافظة المهرة اشتركوا في القناة